أفادت وكالة اللنبا والمعلومات الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت ثمانية وعشرين فلسطينيين بينهم طفل وأسرى سابقون في الضفة الغربية المحتلة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ونقلت الوكالة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك بأن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم العروب شمال الخليل والتي طالت خمسة عشر فلسطينيين فيما توزع باقي المعتقلين في محافظات الضفة الأخرى ورفق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتخريب لمنازل الفلسطينيين